موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابة وقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحدث طبعا مشاهدين كانت اليومين الماضيين شهدت حدثا مهما ساعدت به المملكة العربية السعودية وتحديدا العاصمة الرياض باستضافة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين اجتمعوا في القمة السادسة والثلاثين للمجلس وكانت هذه القمة استمرارا لهذا التواصل والتلاحم والمسيرة من العطاء لدول الخليج العربي هذه المنظومة الخليجية التي تكاملت قبل خمس وثلاثين سنة وما زالت في مسيرتها تحقق الكثير من الإنجازات في هذا التعاون المشترك كان هناك إعلان الرياض البيان الختامي للقمة الخليجية السادسة والثلاثين في الرياض يوم أمس والذي اجتمل على العديد من الجوانب التي تعزز المسيرة الخليجية الواحدة وتدعو إلى مزيد من التضامن والتكامل والوحدة بين دول الخليج موضوعنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نتائج القمة الخليجية السادسة والثلاثين قراءة وتحليل ويسعدني أن يكون معي ضيوف في هذه الحلقة هنا في الاستوديو الدكتور محمد الحارثي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك وسيكون معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من دبي الدكتور علي الشعيبي الخبير والمفكر والإعلامي أهلا دكتور سينظم لنا إذن بعد قليل بإذن الله حالما يجهز الاتصال من هناك وأيضا سيكون معنا من الكويت الدكتور فهد الشليمي الخبير الأمني والاستراتيجي نرحب به أيضا في هذه الحلقة من برنامج الحدث بداية قبل أن أنطلق مع ضيوفي للحديث حول محاور هذه الحلقة والتي تتركز حول إعلان الرياض البيان الختامي للقمة الخليجية 36 وأبرز ما جاء في هذا البيان نشاهد التقرير التالي تأكيدا على المصير المشارك لدول مجلس التعاون الخليجي ووضع لبنة إضافية في بناء الاتحاد الخليجي الموحد أصدر قادة وملوك دول المجلس في قمتهم 36 بالرياض قرارات مهمة بما يلبي طموحات المواطن الخليجي والتعامل بحزم مع التحديات والمخاطر التي تهدد المنطقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون اعتمد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وتكليف المجلس الوزري ولجان المقتصة بتنفيذها وأكد البيان الختامي للقمة التي صمرت على مدى يومين أن قادة دول المجلس صدقوا على قرارات مجلس الدفاع المشترك الخاصة بمجالات العمل العسكري المشترك وطلبوا بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود كما وافقوا على قرارات وزراء داخلية في اجتماعهم 34 ومباركاتهم توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبو ظبي بدولة الإمارات الشيق الاقتصادي لم يغب عن القمة إذ نقش القادة مسيرة التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك وسبل تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب الاطلاع على مسيرة إقامة اتحاد جمركي لدول المجلس والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وتأكيد على ضرورة الالتزام باستكمال الأعمال المطلوبة لمشروع السك الحديد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون كما استحوذت قضايا المنطقة على جانب كبير من أعمال القمة ليخرج إعلان رياض بالتأكيد على نبذ الإرهاب وتطارف بكافة أشكاله وصوره ووقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم والتعامل بكل حزم مع تلك الظاهرة الخطيرة وفي الوقت نفسه العمل بكل الوسائل الممكنة لإبراز صورة الحقيقية للإسلام وأكد البيان الختمي على موقفه من الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات ورفضه تام لاستمرار التدخلات الإيرانية في شؤون داخلية لدول المجلس والمنطقة وأشهد البيان بانتصارات المقاومة الشعبية باليمن ضد الحوثيين وقوات المخلوعة صالح مؤكدا استمرار الدعم والمساندة لرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته الشرعية ومواصلة العمل من أجل عادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع البلاد كما أكد موقفه الرافض للإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وفي الشان السوري دعا إلى حل سياسي يستند إلى بيان جينيف واحد مشيدا باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية دعما منها لإيجاد حل سلمي للأزمة وشدد البيان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في أزمة اللاجئين السوريين معربا عن قلقه البالغ من تزايد الخطاب العدائي والعنصري ضد اللاجئين والمسلمين لبرنامج الحدث شادي أنور أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إذن نناقش في هذه الحلقة من برنامج الحدث نتاج القمة الخليجية 36 قراءة وتحليل دكتور محمد الحارثي لن نتحدث عن هذه المسيرة الطويلة من العطاء والتكاتف بين دول الخليج لأننا في برامجنا خلال أيام الماضية كنا نتحدث عن هذه المسيرة وعن قمم الخليج وعن التعاون ولله الحمد والتكاتف بين دول المجلس دعنا ننطلق في نتائج القمة مباشرة والتي بدأت بكلمة سامية ضافية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله والذي تحدث عن أهمية التكاتف والتكامل في المرحلة المقبلة وورد فيها الكثير أيضا من المضامين التي تطرق لها البيان كيف رأيت هذه الكلمة؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحيب أستاذ الكريم وكذلك مشاهديك والزملاء المشاركين في الحلقة وفي الحقيقة كما تفضلتم كانت الكلمة ضافية وشاملة لمجمل القضايا التي تمر فيها المنطقة ما أعجبني فيها حقيقة زيادة هو أنها كلمة واقعية وعملية بدأت بالتحديات التي تواجهها المنطقة لا شك أن المنطقة الآن تمر بفترة عويصة إنجازة تعبير هناك الكثير من القضايا المتهبة محيطة بمنطقة الخليج لم تعد فقط قضيتنا الأساسية في فلسطين وبوصلتنا السياسية والأمنية لم تعد فقط متجهة لفلسطين أنما أصبح هناك تحديات في المنطقة في اليمن في العراق في سوريا وفي مناطق أخرى فجاءت كلمة خدمة الحرمين الشريفين أحفظه الله تناقش هذه التحديات وتبرزها وتوجه النظر لأهمية هذه الملفات تحدث عن قضية الأمة العربية والإسلامية الأولى قضية فلسطين والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه كما تكلمت عن القضية السورية والعودة إلى القرارات الدولية بما فيها قرارات مؤتمر جنيف وكذلك الملف اليمني كان هناك دعوة كريمة للحل السلبي وهو ما نادث به المملكة منذ البداية دعما للشرعية طيب دكتور فيما يخص المجلس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تحدث عن همية التكامل بين دول المجلس والتنسيق بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة وهذا ما تتطلبه المرحلة والأحداث في المنطقة أيضا أصحاب السمو القادة الذين تحدثوا في القمة كانوا يركزون على هذا الجانب وأننا بحاجة إلى تكامل أكثر تعزيز للتكامل الموجود قطعنا مشوار جيد حتى الآن نحتاج إلى تعزيز هذه الجهود ببلورة قرارات أفضل بعمل مشترك أقوى مما هو موجود الآن فهل بالفعل وجود دول الخليج في هذه الأحداث وأصبحت الآن عنصر مشارك الخليج كان بقيادة المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج في التحالف الدولي لتطهير اليمن وأيضا عنصر فعال وقوي في القضية السورية وفي قضايا أخرى لا شك أن مسيرة مجلس التعاون كانت جيدة لكن يطمع ويطمع مواطني المجلس إلى مزيد من الخطوات التكاملية لماذا؟ لأن حقيقة التحديات أصبحت كبيرة جدا التحديات خارج منطقة الخليج والتحديات الاقتصادية والتحديات التنموية تستدعي أن يكون البيت الخليجي أكثر رشاقة في التحرك وأكثر لحمة بين وحدات المجلس وكما نعرف أن هناك آمال كبيرة جدا معلقة على هذا المجلس بعد الله سبحانه وتعالى ليست فقط من مواطني مجلس التعاون وإنما كذلك من أبناء الأمة العربية والإسلامية دائما في القضايا الكبيرة يلتفت إلى هذه المنطقة ويلتفت إلى المملكة تحديدا وإلى دول مجلس التعاون لما لها من قوة اقتصادية ولماذا لها من قوة سياسية ولما لها من مواقف مشرفة تاريخية فلذلك هذه تضيف أعباء على مجلس التعاون بأنه يؤمل أن تزيد خطوات اللحمة والتوجه نحو التكامل هناك أولويات خليجية ويجب التركيز عليها بدءا من العام القادم 2016 هذا ما جاء من خلال البيان الذي ارتكز على رؤية خادم الحرمين الشريفين برأيك ما هي أبرز هذه الأولويات التي سيعمل عليها مجلس التعاون في الفترة القريبة القادمة حقيقة المجلس لم يخطو تلك الخطوات الكبيرة جدا في الجوانب الاقتصادية يعني في الجوانب الأمنية ولله الحمد حققنا نوع من التكامل نوع من التنسيق العالي جدا لكن لا زال الاقتصاد يعني تقريبا خطواته يعني لا تتماشى مع رغبات وطموح وأمال مواطني المجلس فهناك حث على قضايا الاتحاد الجمركي على قضايا السك الحديد على قضايا يعني معاملة المواطن الخليجي معاملة واحدة وتنقل بين المجلس هذا في الجانب الاقتصادي نعم بيكون في تفعيل أكثر يعني شركات اقتصادية أكثر نعم هذا المطالبة وبالفعل كان هناك بنود تحديدا في هذه القضايا الانتقال بين مواطني المجلس وأنشطة المواطني المجلس في داخل الدول تكون على قدم المساواة ليس هناك تفريق لكافة أبناء مجلس دور التعامل الخليجي لكن بالنسبة للمواقف السياسية الحالية بين دول المجلس هل بالفعل وصلنا إلى مرحلة من التكامل والتنسيق الجيد بحيث أنه يكون لهذه الكتلة السياسية والاجتماعية التي موجودة في منطقة مهمة ومؤثرة على مستوى العالم هل بالفعل مواقفنا السياسية قطعنا خطوات كبيرة جدا اللي هو المجلس قطع خطوات جيدة في التكامل لكن لا زال يعني يؤمل أن تكون المواقف أكثر تنسيقا في قضايا كثيرة جدا في توجه المجلس تجاه دول المنطقة هناك الكثير من القضايا التي من وقت الآخر تبرز بعض التفاوتات في مواقف الوحدات المكونة للمجلس التعاون نأمل في المستقبل أن يكون هناك مزيد من التنسيق مزيد من اللحمة حتى نخرج بصوت واحد ولكن دكتوري بالنسبة للتفاوتات التي تحدثت عنها أحيانا يكون في تباين في المواقف وهذا شيء طبيعي بين دول وكيانات مستقلة ومعروف عن أن دول الخليج لا تتدخل في شؤون بعضها البعض وهذا عرف طوال السنوات الماضية لكل دولة احترام سيادتها وقانونها وأرائها ومبادئها هل هذا التفاوت يعوق من هذا التكامل الخليجي المنشود؟ لا شك الذي كما تحدثنا هو شيء طبيعي نعم الاختلاف في وجهة النظر أمر طبيعي حتى داخل الدولة الواحدة يثري النقاش ويوضح النقاط التي تحتاج إلى تحسين وإلى تطوير لكن ما تحدثت عنه في ملفات خارج إطار مجلس التعاون الخليجي من المفترض أن تكون المواقف أكثر انسجاما وأكثر وحدة لتوفير هذه الموارد الكبيرة جدا لدول الخليج لأن الله سبحانه وتعالى حبى دول الخليج بموارد كبير جدا الآن الصناديق السيادية وما تراكم فيها من أموال تضفي وتعطي وتضيف لدول مجلس التعاون قوة اقتصادية هائلة جدا يعني لفتت أنظار العالم إلى هذا المخزن المادي الرهيب جدا وهذا يجعل لهذه المنطقة قوة إضافية ويجعلها قادرة على صناعة الفرق السياسي والأمني والاستراتيجي هذا ما قصت يعني هناك ملفات تحديدا مثلا ملف الليبي الملف التركي الملف في مصر حتى نكون يعني واقعين إدارة قضايا محددة نأمل أن يكون هناك مزيد من التنصيق وأن يكون الصوت الخليجي صوتا واحدا وأن يكون هناك يعني إعلاء للمصالح الخليجية أولا ثم المصالح العربية لأنه الذي يعني يربط بين دول مجلس التعاون أشياء كثيرة جدا تاريخية ويكفي أنه مصير واحد مصير واحد وبيت واحد لكن ما يميز دول الخليج دكتور يعني وأتحدث عن كثير من المراقبين أنه إذا كان هناك دولة من دول الخليج تختلف مثلا في وجهة نظر قامت عليها أكثر من دولة من هذه المنظومة فإنها تلتزم الحياد والصمت أحيانا إذا كانت غير متفقة ومستجبة مع هذا القرار يعني هذا يعتبر ميزة في دول الخليج بدلا أن تعمل على إعاقة القرار تبتعد قليلا وتترك العمل لدول التي اتفقتها نعم هو ذكر في البيان الختامي بأنه فيه قضايا معينة من المفترض أنه إذا اتفقت عليها أكثر من دولة فتستمر هذه الدول داخل إطار مجلس التعاون دولتين أو ثلاث في أي مجال اقتصادي أو أمني أو استراتيجي معين ثم إذا رأت الدول الأخرى لاحقا أنه من مصلحتها الانضمام لهذه المبادرة أو هذه الفكرة أو هذه الخطة فالبان مفتوح أعتقد أنه نظرة عقلانية ونظرة واقعية وعملية أكثر من مطالبة الجميع بالاستفاف حول تكتيكات معينة قد لا يكون من المصلحة الإصرار على الرأي الجماعي الآن لكن هناك قضايا أمنية وقضايا استراتيجية كبرى جدا نجد أن المجلس والله الحمد متفق حولها لكن كما ذكرت مواطني مجلس التعاون طموحهم وسقف طموحهم كبير جدا ويأملون كذلك بخطوات عملية وخطوات سريعة لماذا؟ لأن التحديات كبيرة حقيقة نحن كما ذكرت في بداية حديثي كانت التحديات بعيدة عننا وكانت التحديات تقريبا واحدة الآن التحديات أحاطت بالمجلس من كافة الجهات هذا يضيف مسؤولية علينا أنا أنضم إليه الآن من الكويت ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور فهد الشليمي الخبير الأمني والاستراتيجي أهلا وسهلا بك يا دكتور وأسفين على التأخير اللي صار خارج عن إرادتنا وإرادتكم أيضا إيه عليكم حق أهلا وسهلا وتحياتي لكم ونسعد فيك دائما للدكتور بين فترة وأخرى وتحياتي للدكتور علي وتحياتي للدكتور محمد وتحياتي لك أخي إهلال طيب دكتور كنت تتحدث مع ضيفي هنا في الستوديو الدكتور محمد الحارثي وتحدثنا عن هذا التكامل وقلنا أن الحديث عن المسيرة الخليجية تكرر كثيرا ولم يعد هناك جديد في هذا التكاتف المعتاد بين دول الخليج ولكن لو ركزنا على القمة الأخيرة كيف رأيت هذه القمة؟ هل كان هناك اختلاف عن القمام السابقة؟ هل قرأت أن هناك توجه جديد لدول مجلس التعاون خلال الفترة القادمة تقتضيها المرحلة الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم سعيد أخوي إهلال بتواجدي معكم وأحيي ضيوفك الكرام دول مجلس التعاون الخليجي لها رذم سياسي محدد مركز الثقل في الشرق الأوسط وفي الأمة العربية انتقل إلى منطقتنا لذلك هذا الاجتماع كان في مرحلة بالقة الحساسية كنا مجتمعين وكان الأخوة السورية المعارضة السورية مجتمعين وعندنا حرب استرداد الشرعية في اليمن وعاصفة الحزم وعادة الأمل إذن تلاحظ أن الأجندة مليانة عندنا ليش؟ لأنك أنت أصبحت مركز الثقل وهناك أيضا تحديات أنت عندك أسعار البترول كمان نزلت إذن هذه تعطي كلها أهمية وصيقة وأهمية كاملة لذلك أتى حتى كلمة البيان الختامي أو البيان المقتضى باللي قال أمين عام المجلس كان مركز ومحدد وكان الحقيقة الأمن والإرهاب والعلاقة الدولية الشأن الأغليمي هو المتصدر وهذه طبيعة المرحلة أيضا الآن أسمع الدكتور محمد يتحدث على موضوع أو حضرتك على موضوع تسريع ورغبات الشعوب صحيح دائما هذا شيء طبيعي إيقاع رغبات الشعوب أسرع من إيقاع الأداء الحكومي إيقاع رغبات الشعوب هو يريد كل شيء بسرعة ويريد تسهل لكن الحكومة لا عندها قوانين وعندها لجان وعندها موافقة أعضاء المجلس وعندها أمور كثيرة لكن الإنجازات التي تمت إجازات فخورين فيها أعطيك مثال على هذه الإنجازات 19 مليون زائر بين دول الخليج خلال السنة التي فاتت وهذا رغم كبير المواطنين دول مجلس التعاون يزورون بعض 23 ألف وثيقة تملك بين دول مجلس التعاون الخليجي في السنة التي فاتت بالإضافة إلى الوجود القرار الاستراتيجي الموحد وغرار مهم جدا مثل عاصفة الحزم اشتركت في دول الخليج وبناء تحالف عربي هذا شيء راقي هذا شيء ممتاز وبالتالي أعطى المنطقة ثقل نأتي إلى طبيعة القرارات أنا أعتقد هناك تغيير في طبيعة القرارات إلى الإصرار على متابعة تنفيذ الغرارات وهي رؤية خادم الحرمين الشريفين ومنها بند قد يمكن للتفتول البعض أو يعتبرون شيء ثنوي أن المواطن يجب أن يعلم ماذا حقق مجلس التعاون الخليجي له وهذا أيضا شيء مهم أنك أنت توضحه سواء في مناهج دراسية في محاضرات في جزم المنهج الدراسي في أمور كثيرة إن شاء الله إذا سأعود إليك دكتور فهد ولكن الآن أنتقل لضيفي من دبي من الإمارات العربية المتحدة الدكتور علي الشعيبي الخبير والمفكر الإعلامي أهلا وسهلا يا دكتور ونعتذر لك أيضا على التاخير مرحبا مرحبا حبيبي دكتور يتحدث ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور محمد الحارثي وأيضا الدكتور فهد الشليمي عن أن من خلال قراءتهم لهذه القمة والبيان الختامي لهذه القمة أن هناك تغير نوعي في الاستراتيجية التي سيتبعها مجلس التعاون الخليج ودول الخليج في المرحلة القادمة من أجل تكامل أقوى وتعزيز الوحدة والشراكة بشكل أفضل وأيضا أنه الآن دول الخليج أصبحت دول فعالة ومبادرة في كثير من القضايا خلافا لحيانا المواقف المحايدة التي كانت موجودة في السابق أنت كيف ترى الوضع من وجهة نظرك؟ حقيقة أن التحديات المحيطة بدول الخليج هي تحديات حقيقية وواقعية وهي تحديات تستلزم أن يعاد صياغة النهج السياسي في دول المنطقة هذا التكتل السياسي المهم جدا والذي على مدى العقود الثلاثة الماضية حقق بعض الإنجازات الآن هو مطالب أكثر بكثير في تحقيق المأمول منه لأن شعوب المنطقة كما تحدث سعد الدكتور سابقا تتطلع إلى المزيد من الانفراج في كل أزماته والآن أصبح هذه المنطقة في بؤرة الحدث السياسي العالمي والدولي هي في بؤرة الاحتراق هناك حريق في اليمن وهناك حريق قريب في العراق وهناك حريق أقرب كثيرا في سوريا وفي ليبيا وفي كل أماكن كل هذه الأماكن كل هذه المحارق وهذه الأفران المشتعلة بالنار هي قريبة مننا تماما تماما إلى جانب ذلك التحدي الإيراني والتغول الإيراني في المنطقة نحن الآن مطالبون أكثر من ذي قبل بصياغة خطاب سياسي مختلف ونهج سياسي مختلف لأن المأمول حقيقة لم يكن عبارة عن بيان ختامي ولكن نحن الآن بحاجة إلى تحويل بيانات إلى قرارات حقيقية تصفي مصلحة دول الخليج وفي حماية أمنها في حماية استقلالها في حماية اقتصادها أيضا في حماية مستقبلها ومستقبل أبنائها نحن لدينا الكثير من المشاكل الداخلية يجب أن نلتفت إليها لدينا الكثير من المشاكل الإقليمية التي يجب الانتفات إليها لدينا كثير من أيضا في عدم توافق الرأى في كثير المسائل سعد دكتور تحدث إلى أن هناك هذه المسائل التي يجب حلها بشكل بيني أنا أقول لا أن هذه المشاكل يجب أن تحل تحت مضلة مجلس التعاون الخليجي هناك يا رأي خليجي واحد يجب أن يكون لأنه لا يمكن أن تمر ثلاثة عقود ونحن إلى الآن غير قادرين على حل المشكلة بسيطة جدا تتعلق إما بالانتقال أو بجوازات السفر أو بالقطار وما ذلك نحن الآن أمام تحدي حقيقي وكما قلت بالبارحة من خلال هذه القناة هو تحدي مصيري وتحدي وجود أساسا يجب أن نلتفت كثيرا إلى أن القادم ربما يكون أصعب خاصة فيما تعلق بالمشكل يمني المشكل يمني ليس مشكل طالعا الآن لكنه مشكل يتحتم علينا الكثير من الأمور المستقبلية يعني لماذا وصلنا إلى هذه التحديات رغم المسيرة الطويلة والإنجازات التي تحققت يعني إنجازات لا يستهان بها لدول مجلس التعاون ولكن عندما نتحدث مثلا عن السوق الخليجي المشتركة عن الاتحاد الجمركي نجد أن هناك تأخير ربما لا يرضي القادة لكن هناك عوائق لم تحل إلى هذه الفترة هل هناك سباب معينة أدت إلى هذا التأخير في تطبيق القرارات المتخذة في قمم سابقة الأمر كله مرتبط كما قال مهاتير محمد بالإرادة لو أنه في دول مجلس التعاون الخليج هناك إرادة سياسية حقيقية وإرادة اقتصادية حقيقية وإرادة لنقل تكاملية حقيقية لنفضلت كل هذه المنازلات لأننا بحاجة إلى قرار سياسي سيادي لا يملع لنا من الخارج ولكن بحاجة إلى قرار من الداخل وفي تصوري أن المرحلة الحالية هي أنضج المراحلة أو أصعب المراحلة التي يمكن أن يمر بها المجلس وهي مرحلة التحديات الحقيقية وأنا قلت أن هذه القمة كان يجب أن تكون قمة الحزم أن نحسم الكثير من الأمور حتى لا تبقى معلقة لأنه لا يجوز بأي طبيع حتى على المستوى التحليل السياسي لا يجوز أن تبقى هذه الأمور معلقة لمدة أربعين سنة ولنحن الآن لازمنا نحاور وكاننا على بدء يعني في 2012 تحدثنا عن قضية الانتقال من التعاون للتكامل ولا نمر ثلاث سنوات ولم نجد خطوة واضحة تحقق هذا الأمل نحن بحاجة كما أقول وأرد دائما يجب أن ننتقل من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال لأن الآخر يترصف بنا كثيرا وكل تابعة طبعا في السنة الأخيرة موضوع الموضوع الاقتصادي وموضوع أسعار النفط هذه كل تحديات حقيقية باعتبال أن نحن أيضا المنطقة الأكثر إنتاجة لهذه المادة الحقيقية في العالم نعم طيب ضيفي هنا في الستوديو الدكتور محمد الحارثي يعني أيضا استكمالا لأسؤال السابق وفي شأن الاقتصادي بالتحديد يعني دول الخليج تمتلك ثروات هائلة في النفط وفي المعادن الأخرى تستطيع أن تتحكم بشكل كبير وتستخدم ثقلها السياسي والاقتصادي لتغيير الكثير من القرارات على المستوى الدولي لماذا نتأخر في كثير من الشؤون الاقتصادية والقضايا الاقتصادية رغم أنها مهمة بالنسبة لمستقبل الخليج في الحقيقة يعني لماذا يوجه للساسة لكن أنا كمراقب كمحل سياسي آمل بأن التحديات المحيطة بنا يعني تلقي علينا مسؤولية في دول الخليج مسؤولية كبيرة جدا بأن نرتقي بإنجازنا ونرتقي بوحدتنا ونرتقي بتكاملنا إلى حجم هذه التحديات التحديات لم تعد بعيدة التحديات الآن تطرق أبوابنا التحديات الآن محيطة من جميع الجهات الأربع سوريا الآن فيها 65 دولة تحارب هناك صراع وإن كانت حربا جوية لكنها حرب شكل من أشكال الحرب الحرب المخابراتية الحرب الإعلامية الإرهاب تحديات كبيرة جدا تملي على دول الخليج حكومات وأفراد ومؤسسات ومنظمات أن ترتقي إلى مستوى هذه التحديات نعم نسجد لله شكرا أن مر علينا ثلاثة عقود كنا مطمئنين فيها لكن هذا استثناء تاريخ العلاقات الدولية وتاريخ الصراع ليس تاريخ السلام وإنما السلام يأتي كفترات استثنائية نحن نعمنا بالسلام المفروض الآن أن نشمر عن سواعد الجد ونبدأ بحرفية ومهنية عالية جدا لكي نتعامل مع هذه التحديات الآن هناك بؤر ساخنة تحيط بنا هناك دول متحدية كما ذكر الدكتور علي من الأمارات إيران لو وجدنا أنا أستطيع أن أجزم بأنه 75 هذه من عندي الإحصائية 75% من مشاكلنا القائمة الآن خلفها إيران القضية السورية لو لا تدخل إيران ولولا غطرست إيران ولولا إصرار إيران على إمداد النظام السوري طوال هذه المدة لسقط النظام منذ البداية ولما تنادى الشباب العربي ولما تنادى الشباب المتحمس وذهب إلى هناك لكي يدافع أمام طائفية وعنصرية وإقصائية إيران إيران تدخلت في اليمن وحاولت أن تشتت وحدتنا العربية وجهودنا إيران تدخلت في البحرين تدخل في كافة دول الخليج كل هذه تملي علينا في المنطقة أن يكون لدينا خطة استراتيجية لا نقول لدينا خطة عدائية لكن على الأقل يكون لدينا خطة موحدة صوت موحدة استراتيجية موحدة للتعامل مع إيران إيران لن تلملم عفشها وترحل غدا إيران قائمة في المنطقة وهي دولة كبيرة ودولة ذات طموحة نعم هي خصم لأهل الخليج لكنها دولة تخطط دولة تعمل دولة امتلكت الآن المعرفة النووية السلاح النووي سوف يكون على مقربة من إرادتها بصرف النظر عن ما يتحدث عنه الغرب من الاتفاقيات وغير ذلك لو أرادت إيران في خلال سنة بعد أن تستقر له الأوضاع سوف تعمل السويتش وتنتقل من الطاقة السلمية إلى السلاح النووي وأحيانا بدعم غربي بتعم غربي بتواطق غربي بمصالح غربية نحن لماذا نعوّل على الغرب نحن نتعامل مع الغرب ونك مصالح مشتركة لكن من المفترض أن أبناء الخليج هم الذين يقومون على مصالحهم نعم نحن نتعامل مع الغرب ونبني الجسور ونبني التحالفات وهذا من المهارة ومن الذكاء ومن الفطنة ومن بعد النظر لكن لا نلوم الآخرين أن يقوموا بأدوارنا من المفترض أن نضجنا سياسيا نضجنا دبلماسيا ننضج استراتيجيا الآن ونتعامل يعني هناك خطوات ولله الحمد قامت بها المملكة ودول القليج للتعامل مع دول كبيرة جاءت تحد الأوروبي مع الصين كان هناك خطوات جيدة مع روسيا في السابق نعمل أن تستمر ويكون لدينا تنوع حتى في التعامل مع الدول الخارجية أو القوى الخارجية القوى الصاعدة كان لدينا مع أمريكا اللاتينية قبل خطرة أنتخذني سريعا إلى موضوع ملف التدخلات القوى الإقليمية في دول الخليج وأيضا ملف الإرهاب أنا أنقل للدكتور فهد شليمي من الكويت يعني دول الخليج مسيرة طويلة وتدخلات إيران ليست المرة الأولى هي موجودة منذ فترات طويلة المفترض أن يكون تم الاستعداد لها بشكل جيد وأن يكون لدى دول الخليج حصانة قوية ضد هذه التدخلات هل هذا موجود الآن أم لا يا دكتور؟ أنا أعتقد يعني ملف التدخلات تعودنا عليه بصراحة والتدخل في الشؤون الداخلية مبدأ يدينا القانون الدولي وتدينا يعني أسس العلاقات الدولية بين الدول لكن إحنا علينا أن نكون مرنين في هذا الملف وأن نتعامل معه خليني أقول لك أنا يعني حتى شعوب المنطقة الآن أصبحت محصنة أكثر فهمت ماذا تريد إيران تدمج الطائفية لأهدافها السياسية والقومية القومية الفارسية أقصد وإلا ليش يقع ظلم على الأحواز وليش يقع ظلم على الأكراد وليش يقع ظلم على البلوش مهم وكلهم في إغليم إيران لكن القومية الفارسية هي من تريد هذا البريفلج الحق لها لذلك أعتقد أن ملف التدخلات وضح أمام المواطنين بشكل عام صراحة ووضح أمام الرأي العام الآن ينقصنا كيفية معالجة هذه التدخلات من المصدر وليس معالجتها في الوطن من المصدر وهناك أسلوب شاهدة الآن بدأ يتحرك في معالجة هذه التدخلات عبر الحقيقة إبراز الوجه القبيح للدولة الفارسية التي تقوم على العنصرية الفارسية ظلم البلوش وشنق الأهوازيين وتحدي الأكراد هذه كلها أمور لما صلط عليها الإعلام الخليجي والعربي وبدأنا نتحدث عنها انكشفت الحقيقة انكشف الوجه القبيح للدولة الفارسية التي تقول لناها الجمهورية الإسلامية وانكشفت بشكل واضح من خلال حتى جيرا دكتور أتذكر نقطة لفتت انتباهي قلت أن نتعامل بمرونة كيف نتعامل بمرونة مع من يتدخل ضد سيادة دول كيف تسمح دول بمن يتدخل في سيادتها يمس كرمتها وبالتالي كيف يتعامل بمرونة صحيح التدخلات الإيرانية لو تشوف دائما إيران تنفي على المستوى الحكومي صحيح قد يكون المستوى الحكومي ما يعلم عنها لكن حرس الثوري والاستخبارات خارج الجسم الحكومي يعني علشان بالتالي لهم أجندة مختلفة تماما وهم العنصر المسيطر عليه يعني حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع الحقيقة أن يسيطر على الحرس الثوري وعلى الاستخبارات هو خارج الجسم التابع لمرشد الثورة الآن كيفية المرونة في التعامل واضحة أولا نبرز الحقيقة أخطائهم وهذه سوها الأخوة في البحرين وسويناها يعني إحنا عندنا وبينا المتهمين واعترافاتهم من قبل الحرس الثوري النقطة الثانية نوضح حجم الانتهاكات الموجودة في إيران ونجعل الشعب الإيراني المظلوم سواء البلوش أو الأحوازيين أو الأكراد أو أي عرقيات أخرى تنظر لمدى الظلم الاجتماعي هما يحاولون أن يصدرون مشاكلهم لنا لكي لا يلتفت أبناء جلدتهم عليهم وبالتالي يسقطون هذا النظام لذلك دائما هو يثير ملف تصدير المشاكل الذي يسمىه تصدير الثورة فهو في الواقع تصدير لمشاكله علشان ما تتفت الناس عليه أنا أعتقد أيضا أن نحن نوضح إعلاميا الثغرات الموجودة في هذا النظام والاعتداءات التي قام فيها هذا النظام لا يجب أن دائما تقول والله لحسن الجوار نعم طيب دكتور علي الشعيبي من دبي يعني بالنسبة لقرارات قمم مجلس التعاون تحدث الضيوف الكرام بأن القرارات موجودة والاهتمام من القادة موجود ومتابعة القضايا وكل ما يهم أبناء وشعوب دول المجلس يهتم به القادة وتصدر فيه الكثير من القرارات ولكن آلية التنفيذ تتم ببطء يعني هل بالفعل هناك حاجة إلى السرعة في اتخاذ أو إجراءات تنفيذ القرارات التي تتخذ من خلال القمم وهل سيكون هناك اختلاف بعد هذه القرارات في القمة القادمة أو خلال السنة القادمة سيكون هناك إجراءات أسرع من السابق نأمل أن يكون ذلك حقيقة نحن بحاجة إلى قرارات تنفذ وليس قرارات تكتب وتنشر في الصحف ويتم تدولها على وسائل الإعلام نحن بحاجة إلى قرارات يشعر بها المواطن الخليجي يوما بعد يوم هنا أعود إلى نقطة مهمة جدا قضية البناء الداخلي اللحمة الداخلية دول مجلس تعاون الخليجي بحاجة إلى أن ترص الصفوف داخليا فيما يتعلق بعلاقة المواطن بالقيادة السياسية في كل دول مجلس تعاون الخليجي تنمية الولاء والإحساس بهذه المنظومة باعتبارها من للة سياسية قادر على تحقيق أماله وحماية مستقبله وطموحاته هذا التلاحم الداخلي ربما يكون على المستوى الإقليمي قد تحقق أو على المستوى الفردي في كل دولة من دول الخليج نحن بحاجة إلى الصياغة لنقول عقد اجتماعي مختلف تماما الآن عقد اجتماعي مرتوط التحديات هذا العقل اجتماعي يؤثر العلاقة بين الشعوب والقيادات السياسية حتى يكونها كالتلاحم الداخلي نحن بحاجة إلى رص الصفوف داخليا حتى لا ينفض إلى هذه الصفوف كائنا من كان تعقيبا على مستوى الخطاب الإعلامي الإيراني دعوني أوضح حقيقة باعتبار متخص إعلامي أن الآلة الإعلامية الإيرانية آلة كبيرة جدا وآلة عنيفة جدا وتعمل وفق مخطط استراتيجي طويل لا ننسى أن إيران هي طبعا قوة إقليمية لها مطامع في المنطقة منذ حلم القرش الكبير وإلى الآن هذه المطامع طبعا تزدادت بعد تصدير تعليمة الثورة الإيرانية للمنطقة وخير شهد عن ذلك ما يجري الآن في العراق نحن بحاجة إلى رص الصفوف وصياغة خطاب إعلامي خليجي مختلف يواجه الآلة الإعلامية الشرسة جدا الإيرانية إيران تمتلك أكثر موقعات أمباء تمتلك مئات المحطات التلفزيونية تمتلك آلاف الصحف والمجلات والإذاعات الموجهة لهذه المنطقة والتي تستدعي خطابا عدائيا في المنطقة أيضا هناك مصالح مشتركة بين إيران والتحد الأوروبي والمتحدة الأمريكية والصين والهن كل هذه الأمور بحاجة إلى إعادة القراءة فيها تحدث الدكتور سيد العزيز من الكويت على موضوع الداخل الإيراني هناك أقليات إيرانية كثيرة جدا من السنة ومن العرب يمكن اللجو إليهم أو حتى التوجه إليهم لصناعة خطاب إعلامي ضاق الداخلي أيضا نعم من توقتي الدكتور علي الشعيبي الخبير والمفكر الإعلامي كان معنا من دبي شكرا جزيلا لك ونلقاك بإذن الله تعالى في حلقات وبرامج قادمة شكرا جزيلا أيضا أشكر ضيفي من الكويت الدكتور فهد الشليمي الخبير الأمني الاستراتيجي شكرا لك دكتور الله أعطيك العافية ونلقاك بإذن الله تعالى في حلقات قادمة إن شاء الله وأشكر ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور محمد الحارثي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود شكرا لك دكتور أعطيك العافية وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة